اخبار كريبتو عالمية من قناة البيتكوين بالعربي ان لم تكن مشتركا بالقناة فاضغط على زر الاشتراك الان ولا تنسى تفعيل الجرس لكي لا يفوتك اي جديد يلقي مستخدم ايفون باللوم على شركة ابل في سرقة بيتكوين بقيمة 600 الف دولار امريكي وذلك عبر تطبيق تريزور حيث ازالت ابل التطبيق المزيف عدة مرات لكنه استمر في الظهور على متجر التطبيقات بعد ايام كما قدم كريستو دولو تقريرا الى مكتب التحقيقات الفيدرالي مصرحا فيه ان شركة ابل يجب ان تتحمل مسؤولية هذا الوضع اعلنت شركة بلوكتشين التقنية التي تتخذ من كندا مقرا لها عن اطلاق رمز امان مدعوم من انتاج شركة التعدين بلوكستريم التي يديرها ادم باك حيث توفر الشركة للمستثمرين غير الامريكيين تعدين البيتكوين من خلال رمز الامان بلوكستريم ماينينغ نوت كما سيتم الاحتفاظ بعملة البيتكوين المستخرجة من اجل بي ام ان في التخزين البارد لمدة ثلاث سنوات وسيتم توزيعها على حامل الرمز المميز النهائي في نهاية هذا الاطار الزمني حصلت دابر لابز صانع ان بي اي توب شوتز على حوالي ثلاثمائة وخمسة ملايين دولار امريكي في جولة تمويل جديدة من مستثمرين ومن اهم هؤلاء المستثمرين اسطورة كرة السلة مايكل جوردن وايقونة هوليوود ويل سميث ووفقا لمتحدث باسم دابر لابز نقلته بيزنس انسايدر تمتلك الشركة الان اصولا بقيمة 2.6 مليار دولار امريكي اعلنت شركة التعدين الكبرى ماراثن ديجيتل هولدينغز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها عن اطلاق ما تصفه بانه اول تجمع تعدين للبيتكوين في امريكا الشمالية حيث ستبدأ الشركة في نقل 100% من طاقتها الحالية للبيع بالتجزئة الى المجموعة الجديدة اعتبارا من 1 مايو كما تخطط مجموعة ماراثن الجديدة ايضا لبدء قبول قوة تجزئة مجمعة من المعدنين الاخرين في الولايات المتحدة اعتبارا من 1 يونيو حيث تم نشر 103120 من المعدنين لتوجيه 10.37 اكس هاشز في الثانية الى مجمع التعدين اي ما يعادل 6.4% تقريبا من اجمالي معدل التجزئة الحالي لشبكة بيتكوين اعلنت الشركة الناشرة لالعاب الجوال تابي نيتر عن خدمة ان اف تي خمسماء التي ستعرض ان اف تيز على الشاشة المادية مما يسمح للمستخدمين بعرض الفن الرقمي المفضل لديهم بدلا من شرائه مباشرة حيث سيتم اطلاق ان اف تي خمسماء في صيف عام 2021 وستستضيف مجموعة ممتازة من فنانين رقميين وتقليديين اصدرت تاذر هولدينج ليميتد وهي الشركة التي تقف وراء اكبر عملة تاذر مستقرة في العالم يو اس دي تي رأيا تؤكد فيه ان تاذر توكنز مدعومة بالكامل باحتياطاتها ووفقا لشركة التدقيق مور كايمون تجاوزت احتياطات تاذر لعملة يو اس دي تي المستقرة الخاصة بها المبلغ المطلوب لاسترداد الرموز المميزة للاصول الرقمية كان ذلك كل شيء حتى الساعة اذا نال هذا المحتوى اعجابكم فاشتركوا بالقناة واضغطوا على زر الجرس لمزيدا من الاخبار ومزيدا من الفيديوهات التعليمية المجانية